مشاهدين الكرام أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص مع مؤسس وزعيم الطيار الشعبي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية في مصر السيد حمدين صباحي سيد حمدين أهلا بك في سكاينيوز عربية أهلا بك سيد سامير سيد حمدين تتسع دائرة الجدل في الأوانات الأخيرة بشأن الدستور الجديد للبلاد وبخاصة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي الذي يبدو أنه النقطة الأكثر إثارة للجدل أنت شخصيا والطيار الشعبي إلى أي النظمة الانتخابية تنحاز الفردي أم القائمة نظام الانتخابي الذي يلائم مصر الآن في اعتقادي يتراوح ما بين اختيارين الفردي مثل أن الدوائر صغيرة العلاقة مباشرة ما بين النائب وجماهيره قدرة على المحاسبة الشعبية له أدق وهو من المؤكد ينزع من يد طيارات اليمين الديني فرصة بحكم تنظيمها الذي كان ورغم ضعفها في أن تحصل على ما أسميه تمثيل زائد كما حدث دائما دائما حصلوا على تمثيل زائد بسبب نظام القوائم الفردي سيعدهم إلى حجمهم الطبيعي بدون مبالغة لصالحهم أو عليهم ميزة النظام القائمة على القائمة أنه يعطي فرصة للأحزاب ومن الضروري دعمها ويتيح تقليل أثر المال السياسي وإمكانيات العنف ويعطي فرصة لصعود الرؤى والبرامج السياسية أكثر من النظام الفردي رأيك هل من الممكن أن تخوض جبهة الإنقاذ هذه الانتخابات كجماعة موحدة بتنسيق كامل أو على الأقل بتنسيق بين مرشحيها أم أنهم سيدخلون في حلقة من الصراع مرة أخرى قرار جبهة الإنقاذ أن تخوض الانتخابات موحدة وأن يكون هناك مرشحين باسمها سواء كان نظام قائمة أو فردي متفق عليه ونأمل أنها تنجح في هذا وهناك لجنة معنية عقدة سلسلة واسعة من الاجتماعات باتفاقة جبهة الإنقاذ وهدفنا أن نصل إلى هذه النتيجة إذا كانت جبهة الإنقاذ قد تأسست في مواجهة الرئيس السابق محمد مرسي بعد الإعلان الدستوري من تواجه جبهة الإنقاذ الآن؟ هي في مواجهة من؟ هو المهم هي مع من؟ جبهة الإنقاذ مع نظام ديمقراطي مع عدالة اجتماعية مع اجتمال أهداف السارة وكل هذا نحن في حاجة مسة إليه ضد من؟ هي ضد من قامت هذه الصورة المستمرة ضدهم مصر بتعييز صورة مستمرة بدأت في 25 يناير وأكملت بموجة ثانية في 30 يونيو وهذه الصورة المستمرة عبرت عن إرادة شعبية واضحة في الإطاحة بنظام مبارك وبنظام مرسي اللي كانوا بيعبروا عن نفس السياسات لكن مع تغير في الواجهة هذا الانحصار في شعبية الإخوان ومن ناصرهم من الذي يستطيع أن يملأ هذا الفراغ السياسي المترتب على تراجع شعبيته؟ أنت الآن أمام استحقاق وليس هناك فراغ في العمل السياسي؟ الدور الهائم الذي يبحث عن بطولة الآن هو من يملأ الفراغ الموجود قبل الإخوان والذي تزايده وأصبح الاحتياج لهذه البطولة أهم وأوجب الآن وبالطبيعة بطولة ليست فردية بطولة حركة مجتمعية سياسية واسعة تستطيع أن تبني طيار غالب في مصر وأنا أعتقد اللي هيقدر يملأ هذا الفراغ هو اللي يتسك مع حقائق في التكوين المصري مع الدين إسلاما ومسيحية ويحترم ويدافع عن الشريعة مع الوطنية المصرية وتاريخ الوطن في عصرنا الحديث ويستطيع أن يجمع ما بين هذه الثورة الحاضرة الآن والتي تريد أن تكتامل هذه الثورة المستمرة 25 يناير 30 يونيو وبين 23 يوليو هذه الثورة العظيمة في تاريخنا وثورة 19 وقيامهم أنتم متهمون بأنكم إزاء رغبتكم في إبعاد الإخوان المسلمين والطيار هذه المرجعية الدينية تتغاضون عن انتهاكات تمارس بحقهم اعتقالات واسعة فضل اعتصامات ومسيرات خاصة بهم بالقوة أنتم متهمون بأنكم تنافقون السلطة من أجل هذا الهدف السياسي هل في مواجهة اعتصامات مسلحة وفي مواجهة إرهاب عاري لا دينة ولا خلق ولا وطن له كما يحدث في سيناء أو حرق الكنيس أو إسام الشرطة أو الاعتداء على الأبرياء الآمنين هل في هذا على أي نحو ما يبرر لدولة وطنية أن تقف مكتوفة اليد دون أن توجه بطريقة حاسمة لا نحن مع هذا الحسب في مواجهة العنش في أبرياء وأعواء في أبرياء وأعواء تقريباً وحين أسست حزب الكرامة تحدثت عن مدارس أربعة يسار ويمين ونصريين وإسلاميين لماذا يتغير موقفك يعني؟ هل كانوا ملائكة والآن أصبحوا شياطين؟ لقد غيرنا موقفنا منهم جزاء وفاقنا لما اقترفت أيديهم من أخطاء مركبة ولهذا هم بيخسارهم خسروا سياسياً لما الشعب أزحهم من السلطة وخسروا أخلاقياً لما وقفوا يتحدى إرادة الشعب وما عارفين دي إرادة الشعب ثم خثروا أكثر في انطباع الشارع عنهم لما ظهر نوم أداة سواء بقصد أو بدون قصد في إيد مخطة أجنبي لتأسيم مصر وتهددها بالتأسيم ومخطة نراه أنجزة في العراق ويحاولون إنجازه حاشا لله في سوريا وفي مصر والشعب المصري مش هيتسامح مع أي حد يحس أنه بيخدم مخطة أجنبي من أجل مصالح ديئة على حساب القيم الوطنية المصرية فأنا أعتقد أن الإخوان هم المسؤولين مش عن خسارة موقفي منهم عن خسارة الشعب المصري القوات المسلحة في ثلاثين يونيو داعم داعي محرك الجيش كان أمامه حاجة من الاتنين يبقى مع شعبه ويبقى مع رئيسه هو اختار الاختيار الأخلاقي والوطني والدستوري الصحيح أخلاقيا مش هشي بشعبي يقتل ووطنيا دا ميراث الوطنية في المؤسسة العسكرية المصرية دا ديش أحمد عرابي وجمال عبد الناصر والعبور ما يقدرش يبقى في موقف جاري وطني دستوريا دا ساترنا بتقول أن القوات المسلحة ملك الشعب مش ملك الرئيس ولهذا موقف القوات المسلحة المصرية كان موقف وطني ثوري بامتياز وشعبنا لأنه يعني شعب فراز لم يعطي هذه الثقة والمحبة اللي هي موجودة تاريخيا للجيش إلا لأن الجيش خد الموقف الصحيح بانحيازه للشعب ولم يرفع عب فتاح السيسي لمصاف البطل الوطني والشعبي إلا لأنه عبر عن انحياز لهذا الشعب وشعبنا مدرك في اللحظة دي معنى كلمة استقلال وطني استقلال القرار أنت التقيت عب فتاح السيسي من قبل وزير الدفاع المصري التقيته مرة واحدة قبل أن يكون مرسي رئيسا قيل أنكم التقيت معرض من قلة القوات المسلحة قبل الإعداد للثلاثين من يونيو معلومة خاطئة كذبة روجتها بعد وسائل إعلام وكذبناها في وقتها التقيته بعد الثلاثين من يونيو ولا بعد الثلاثين من يونيو التقيته مرة واحدة التقيته مرة واحدة قبل أن يكون مرسي رئيسا أصلا وإحنا ملتقين بدون أن نلتقي إحنا لقاءنا على أهداف للثورة وولاء للشعب واستقلال الأرادة الوطنية المصرية وإحنا عارفين أن المشهد يعني الراهن أحد أعظم مزاياه أنه بيستعيد في مصر روح الاستقلال الوطني اللي هي مكون أصيل في الشخصية المصرية وكانت متوارية لما الجيش انحاز وكان كثيرون يظنون أنه بسبب أن أمريكا بتدينا المعاونة للجيش وهي مصدر السلاح مش ضمنين يترك جيش هيبقى فين ويستنى دوء أخضر من أمريكا لا عندما انحاز الجيش حسن موقعه الصحيح وأخذ كل ما يستحقه من تقدير شعبي لابد أن يستمر وشعبنا الآن أمام فرصة عظيمة جدا لتحرير نفسه من قيود للتبعية يعني مارسها نظام مبارك بتبعية هائلة ومرسي بنفس الأمر وللأسف وصل بعضهم إلى حدود العمالة على حساب المصطح الوطنية احنا الآن في صحوة للاستقلال الوطني وهو قيمة عظيمة كمان الموقف العظيم للعاهل السعودي والإمارات ولدول الخليج والأردن بيستعيد في ذات اللحظة قيم العروبة والأمة التي تتضامن وقيمة نصر لدى أمتها بيعتبرها لإقليم القعدة لمشروعنا القومي وهذه معاني حضورها في هذه اللحظة غاية في الأهمية وبيكمل صورة الثورة المستمرة في مصر مع الديمقراطية والعدل الاجتماعي بلقائك بالفريق الأولى فتح السيسي وقراءتك للمشهد الآن برأيك هل من الممكن أن يخوض الانتخابات الرئاسية؟ فتح السيسي الآن في موقع في قلب التاريخ إذا انتقل إلى السلطة هيكون في موقع أقل في اعتقادي وظن به أنه من الزكاء وإحكام الخطوات كما هو واضح أنه لن يطرح نفسه كما أعلن هو أعلن ده وبما أنه قاله فأنا أصدقه وأعتقد نحريس جدا على أن تستمر مصداقيته كشخص ومصداقية الجيش المصري دون أن تجرح أو تخدش أو تعطي فرصة لبعض الأصوات المعادية الآن لدولتنا الوطنية منها تقول شفتوا مش قلنا لكم انقلاب عسكري إذا حدث مثل هذا الاحتمال أظن أنه لن يقدم على هذه القطوة وإذا كان هناك أسئلة افتراضية في السياسة ولكن لفنفر جادة لأنه قرر أن يخذ الانتخابات الرئاسية فقال ستكمل مواجهة انتخابيا وتخوض المعركة ضده أنا لم أقرر أصلا أن أخذ الانتخابات إلى الآن أنا مشترط أنه يكون باتفاق واضح بين قوى الصورة لنضمن هذا الموقع لمن يمثل الصورة لمن يرتد إلى ما قبل 30 يونيو فيحكم الإخوان أو قبل 25 يناير فيحكم مبارك لا نريد الفاسدين من الحزب الوطني بل ناسهم العادية وشرفاهم ولا نريد المجرمين من الإخوان أو الطرات الإسلامية نريد المسالمين منهم الذين ينبذون العنف ويعلنون أنهم جزء من مشروع وطني مصري وعلى هذا الأساس عندما نختار أي أحد أنا أو سواء هنختاره بهذه المعايير لو أنا فريق أول عن فتاح السيسي يريد أن يطرح نفسه لهذا الدور أنا وثق أن له شعبية واسعة جداً في مصر الآن على ذكر القوات المسلحة وأمريكا كان لنجر علي رسم رسم الكركاتير الفلسطيني رسم شهير يقول فيه من رأى منكم أحداً يثقوا بإسرائيل وأمريكا فليقوموا بيده فإلا ما يستطعف بلسانه فإلا ما يستطعف بهذا وأشار إلى الكلاشنكوف وهذا أضعف الإيمان هل تؤمن بهذه المقولة وأنت بخلفية الناصرية نصبت المشروع الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة؟ نحن إيماننا لا يتزعزع بأن فلسطين هي جزء من أميتها العربية وطال الزمن أن قصر ده حق تاريخي لا يملك أحد طرف التنازل عنه والخيانة ليست وجهة نصر أمريكا أمر مختلف أمريكا شعب نحن نحبه ونحترم تجربته وإدارة اعتدت على أن تدافع عن مصالح وتسلب مصالح دفعت دائماً على مصالح إسرائيل وسلبت دائماً واعتدت على مصالح المستضعفين من الشعوب ومنهم كل أمتنا العربية ما نريده في هذه اللحظة هو أن صعود هذا الشعور الشعبي بالاستقلال الوطني ورفض التبعية لابد أن يأخذ مداه وده ما يعنيش عداء لأمريكا ده يعني إعادة صياغة العلاقة ما بين مصر والولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية هنستمر في علاقتنا المحبة والودودة مع الشعب في أمريكا ونعدل برحة أوباما بيقول العلاقات مع مصر لن تستمر كما كانت وأنا أقول له أحسنت التعبير عما نفكر نحن فيه نحن مفقينك يا سيد أوبام نحن أيضاً لا نريد أن تستمر لا علاقات التبعية مع بعض الحكام ولا العمالة لبعض الحكام ونحن لا نريد عداءاً مع الولايات المتحدة نريد علاقة فيها تبادل المصالح واحترام القيم وندية تحقق مصلحة الترفين بطريقة عاقلة ورشيدة وفي نفس الوقت نحن محتاجين أن ننفتع على أقطاب أخرى في العالم أولها روسيا والصين وهذه الدول البازغة كأقطاب جديدة لأن موقع مصر في قلب العالم وفي قلب أمماتها العربية وقاريتها الإفريقية وعالمها الإسلامي يرشحها لدور جاد في صياغة نظام إنساني عالمي جديد عاوزين ننهج هذا النهج بدون أن نفتح حروب مع أحد ولا نستعدي أحد ولا نسمح لأحد أن يفتح حرب علينا أو يتدخل في شؤوننا الداخلية أو يملي علينا لأن إرادتنا الوطنية بالنسبة لنا غير قابلة للتنازل عنها وده اللي أوضحه شعبنا وتمارسه الآن دولتنا الوطنية ويحميه ديشنا الوطني وإحنا نستمر حتى يتم الله نعمته وعلينا بإذن الله تقاية رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان وكان هناك علاقات ودية بينك وبينه الآن موقف أردوغان يناصب ما حدث في مصر من تغيير ثوري في 30 مليونيو العداء كيف تقايم الموقف التركي وكيف ترى التعامل معه في المرحلة المقبلة؟ الموقف التركي خاطئ، ضيق الأفق يدفع عن مصلحة جماعة ويدر الشعب التركي ويعادي الشعب في مصر وأنا أدعو أردوغان لإعادة تقييم موقفه لأن استمراره فيه ليس في مصلحة العلاقات فيما بيننا ولا أي مننا جمال عبد الناصر له كلمة عظيمة نسالم من يسالمنا ونعادي من يعادي كل اللي قال على موجة 30 يونيو إنها انقلاب أخطأ في حقنا وأهن دم شهدائنا وتعالى على إرادة شعبنا مثل قطر مثلا؟ كل اللي قالوا أيا كانوا أن دم انقلاب هم عامي لأنه هما دمت نفسهم اللي قالوا على 25 يناير ثورة وما 30 يونيو إلا استمرار لـ 25 يناير بنفس المعنى قائد الشعب ديشنا الوطن نحاز قطحنا برئيس فاسد ديكتاتور ومن بعده برئيس آخر فاسد ديكتاتور اختطف الثورة كما اختطف جماعات الدين ونحن بنحرر ثورتنا وديننا منه حكومة غزة المقالة كانت تربطك علاقات إيجابية بهم في حركة حماس وحركة المقاومة الإسلامية هناك الآن يبدو أن الاختيارات اختلفت أيضا هل ترى أن استمرار حركة حماس في حكم قطاع غزة يؤثر على الأمن القوم المصري؟ هل من الممكن تقديم طرق لحل هذه الأزمة القابعة على الحدود الشرقية؟ أنا أنصح قيادات حماس بما يعرفون مصر ضرورة لغنى عنها هي السند الرئيسي لفلسطين كلها لا تكلمش عن غزة فقط وبالذات لغزة واللي هيتعامى عن هذه الحقيقة يبقى بيضحي بمصالحنا الوطنية المصرية وبالمصالح الفلسطينية وبالمصالح القومية العربية وعلى الذين يديرون الشأن في غزة أنهم يعرفون أن علاقتهم بمصر أهم من علاقتهم التنظيمية الوطيدة بالإخوان واللي بقى لهم هو الشعب المصري واللي كان بيساعد فلسطين ويضحي من أجله عمره ما كان حزب أيا كان كان الشعب المصري الحمدين صباحي زعيم ومؤسس دار الشعب في مصر والمرشح السابق للانتحابات الرئاسية شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء مع سكاينوز عربية بنا أحفزكم ربنا تم ثورته ونعمته ويدين مدده على مصر وعلى أمتنا العربية كلها